تعالي أوريك بقى حاجة عن علي جابر مهمة جد هتقول يا جابعة الإحصائي بتاع علي جابر بص علي جابر ليعب أربع مباريات مع بيرامنز في الدولة الموسم ده التحامات الهوائية النجحة معدلها أربعة فاصل ثلاثة في كل مباراة يعني تقريبا خمسة في كل مباراة خمس التحامات هوائية نجاحة بنسبة نجاح 85% ودي نسبة عالية جدا قطع الكراط واحدة تقريبا كل مباراة بس هو بص على أن الرقم اللي فوق ده خلق خد بالك بتاع الالتحامات الهوائية هات اللي بعده ده ياسر أربع مباراة في الدولة التحامات الهوائية النجحة نسبتها 53% كان علي جابر كام 83% فكروني 83% والأربعة وتمانين 83% بيعمل تقريبا أربعة كل مباراة ياسر اتنين كل مباراة يعني ياسر بالمناسبة مميز في حاجات كتيرة جدا جدا بس أنا لو أنا مدرب أنا عايز بقى مدافع في الالتحامات الهوائية كويسة عشان عندي أحجازي وعبد المناسب مكملين كل حاجة في الدفاع بس عايز ده يكون متخصص شوية في الحاجات الهوائية عشان ممكن يحتاجه في وقت من الأوقات فأختار علي جابر والأختار ياسر إبراهيم تاني مش بقول مين أحسن مش بقول مين أحسن ممكن أنا رأي كمان ما يبقى من رأيك مش بقول مين أحسن بقول مين مميز في الحتة اللي المدرب عايزها دي هو بيختار كده روي فيتوريا أو أي مدرب بالمناسبة هو بيختار بعض اللعبة